لا أحد ينكر أن نبات الحامول هو أكثر ضررا على محاصيل الزراعية ولكن ما لا يلمه الكثير أن فوائده الإلاجية تبلغ قيمته دهباء التي تم الكشف عنها مؤخرا وهذا هو مقالنا اليوم عن فوائد نبات الحامول وأنواعه واستخداماته الطبية وهذا ما سوف نتطرق إليه اليوم في موضوعنا عبر هذه القناة ولهذا أدعوك عزيزي المشاهد لمتابعة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد وحرقوا الجرس يصلك الكل جديد واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل الفضل منكم وليس أمره وقبل أن نستعرض فوائد نابات الحامول العلاجية علينا أن نعرف ما المقصود بهذه النبتة بشكل علمي بعد هذا الفضل عشبة الحامول هو نابات طفيلي والمقصود بكلمة طفيلي أي إنه لا يستطيع تكوين أي غداء له بشكل ذاتي فهو يضطر أن يكون متطفلا على نبات آخر سواء من المحاصيل الزراعية والنباتات الفطرية ليكون عائلا له ليستمد منه الغداء في هيئة مياه وعناصر معدنية فتجعله قادرا على مواصلة حياته وهو أيضا أحد أنواع النباتات الحولية أي التي تنبت مع بداية نزول الأمطار وأيضا يغرس نفسه في نبات آخر ليستغله ويسحب منه كل طعامه ويظل الحال هكذا حتى يموت النبات العائل الحامول وأما عن شكل نبات الحامول فله ساق سميكة خيطية تنمو بشكل أفقي ولا تتقيد بطول محدد حيث يتحدد طولها بناء على النبات الذي يتطفل عليه وأما الآن سنتكلم عن فوائده العلاجية بعد هذا الفاصل ورغم أن الحامول هو نبات ضار بالنسبة إلى النباتات الأخرى والمحاصيل الزراعية إلا أن له عدة أوجه نافعة ومفيدة للإنسان فقد قام بعض الأطباء والباحثين في الطب الحديث في استعمال عدد من المواد الفعالة الموجودة به وأيضا في علاج بعض الأمراض فتعرف معنا على فوائد نبات الحامول سنظيم إفراز العصارة الصفراوية التي يتم إفرازه عن طريق الكبد كما أن تلك العصارة هامة جدة بالنسبة إلى جسم الإنسان لأنها مسؤولة عن هدمي الدهون بالمعدة وتنظم أيضا امتصاص بعض الفيتامينات والتخلص كذلك من السموم وفي حين نقص إفراز سلك العصارة قد يترتب على ذلك تراكم الدهون المعدة والكبد وهنا يأتي دور نبات الحامول لتحفيز إفراز العصارة الصفراوية في حالة قيام الجسم باختزان الأملاح وعدم التخلص منها سواء عن طريق البول أو العرق يلجأ البعض لعشبة الحامول لزيادة التعرق وتحفيزه ويستخدم كذلك كمادة مدرة للبول وكذلك يساعد في علاج نسبة الصفراء في الدم ومرض الصفراء ينشؤ عادة نتيجة وجود اتهابات مزمنة في الكبد مما يجعله يفرز العصارة الصفراوية بشكل يزيد عن احتياج الجسم ومرض الصفراء يشكل خطورة على جسم الإنسان حيث يؤدي إلى القيء بشكل مستمرين بالإضافة إلى فقدان الشهية وعدم الرغبة في الأكل مما يؤدي إلى ضعف عام للإنسان ويؤدي أيضا إلى فقر الدم لذلك يتم استخدام أحد أنواع عشبة الحامول وهو حامول الكرمى أو الزعتر في علاج شرك الأعراض وكذلك يستخدم أيضا عندما يشكو الإنسان من أعراض ضعف الأنعاء وفي حال وجود تشنجات عصبية حيث يستخدمه كمهدئ للأعصار كذلك يتم استخدامه كملين في حالة الإمساك وكذلك يتم اللجوء إلى عشبة الحامول للمساعدة في علاج التدرون الرئوي أو ما يعرف شعبيا باسم السل وهو أحد الأمراض التي كانت منذ ما يقرب عن خمسين عاما تهدد حياة الإنسان بنسبة كبيرة ولا بد أن نعرف أن هذا المرض يصيب الرئاق ويؤدي إلى سعال شديد مستمر وكذلك يؤدي أيضا إلى ارتفاع درجة الحرارة وكذلك يتم استخدامه في علاج بعض أمراض العظام مثل التهاب العظام والروماتيزم ومضاعفاته مثل التهاب الأوية الدموية والتهاب العضلات وأكثر أنواع الحامول استخداما لإلاج تلك الحالات هو الحامول الأوروبي كما يتم استخدام النوع نفسه في حالة ارتفاع درجات الحرارة وحدود صعوبة في التنفس وعند إصابة أي إنسان بأي جرح يكون الحامول هو الحل الأمثل للمساعدة في التئام الجرح بشكل سريع دون أي مضاعفات يضم بعض المواد الفعالة التي تحفز الجلد لتكوين طبقة سطحية عند حدوث أي جرح لضمان عدم تعرضه للتلوث كما تحفز الجلد لإعادة الالتئام بشكل سريع ليعود مرة أخرى إلى طبيعته الأولى وقبل أن نتطرق إلى كيفية استخدامه أريد أن أشير أن جميع أنواع الحامول هي مفيدة للعلاج إلا حامول الأمريكي فإنه يعتبر نباتا ساما ولا يصلح للعلاج وأما الآن سنتطرق إلى كيفية استعمال نبات الحامول بعد هذا الفاصل نضع كمية من الحامول في الشمس حتى تجف تماما وبعدها نضحنها جيدا حتى تصبح كالطحين الأصمر فالتصبح بودرة اسمها النجيل نأتي بثلاث كيلوغرامات من عشبة الحامول ونضعها في طنجرة كبيرة ونضع فوقها الماء بكمية بحيث تكون فوق المادة في الطنجرة وندعها على النار ونترك الماذيج يغلاق مدة ساعتين تقريبا لذلك يجب أن يكون الطنجرة كبيرة والماء كثير على المادة وبعد الساعتين من التسخين نضيف مئة غرام من بودرة النجيل التي شرحناها لكم وندعها على الحامول وهو يغلاق ونتركها أيضا لساعة ونصف أخرى فوق النار حتى تختلط المادة جيدا فتصبح مجموع الغلي على النار ثلاثة ساعات ونصف وهذه المدة كافية لاستخراج خلاصة عناصر المادتين في العشبتين وعندما تدفأ وتكون فاترة يشرب منها المريض لتر قبل وبعد الفطور نصف بنصف وليتر قبل وبعد غداء نصف بنصف وليتر العصر وليتر قبل وبعد العشاء نصف بنصف هكذا يوميا لمدة خمسة عشر يوما ونعمل الفحوصات لنرى المفعول ونكمل الشهر ولن ننسى أن نضع المادة في البراد وكل خمس أو ستة أيام نعمل جديد وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة